أهلا بيكم يا أجمل قراء النهاردة هتكلم معاكم عن رواية أرض النفاق ليوسف السباعي تقييمي للرواية 4 على 5 وواضح جدا أن يوسف السباعي بيتمتع بحس فكاهي عالي جدا والرواية كانت ممتعة جدا وقدر أقول أنها ممكن تتصنف ضمن الأدب الساخر والأدب الساخر الحقيقي هو الأدب اللي بيتناول قضية معينة ومن خلال القضية دي أو الأمر ده ممكن يناقش أشياء كتير بس بطريقة حلوة وطريقة ساخرة شوية طريقة مضحكة طريقة مسلية بحيث أن يخفف وطقة الأمر أو ما يسببش حالة مأساوية على عكس كتب تانية أو روايات تانية ممكن يطلق عليها أدب ساخر زي كتب كتير موجودة حاليا في الوقت المعاصر وبيتقال عليهم كتب ساخرة ولكن في الحقيقة أنا شايفاهم معظمهم مش كتب ساخرة معظمهم بتكون كتب معتمدة على التهزيق معتمدة على التنمر معتمدة على تقاليد وأفكار كتيرة ممكن تكون مشوها مش تقاليد ولا أفكار صحية وفي الآخر بيتقال عليه أدب ساخر وما بيكونش في حاجة مضحكة يعني إيه الحلو في فكرة أن اتنين ضربوا بعض أو اتنين تنمروا على بعض أو اتنين شتموا بعض إيه الأدب الساخر في كده واللي يضحك أو اللي يحب يقرأ أو يضحك على حاجات زي كده هو فاعل مش مش طبيعي يعني أنك تضحك أن حد تنمر على حد أو أن حد ضرب حد أو أن حد تخانق مع حد مش مجال للضحك ولا مجال للسخرية أصلا في محتوى الرواية كانت بتدور حوالين بطل كانت حياته طبيعية جدا بيسحى في وقت معين بيروح شغله بيتحمل أعباء كتيرة في الشغل بينفق المدير بتاعه بيحاول ينفق زميله في الشغل شخص معدوم الشخصية تماما مجرد من شخصيته وهكذا في المنزل كان بيتحمل ضغطات حماته ومراته لدرجة أن تكون شخصيته ممحوة معهم تماما يعني كان شخص بيعيش حياة عادية تماما بيسحى الصبح يروح شغله يرجع يتغدى وبس حياة عادية تماما 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 لكن في مرة من المرات وهو بيتجول في الطريق وجد محل غريب مكتوب عليه محل بيبيع أخلاق بالجملة وبالتجزئة فهو استغرب افتكر أن اسم المحل ده مجرد مجاز أو تورية أو أي شيء فدخل المحل عشان يتعرف على البضاعة اللي بتتبع في المحل ولكنه بيتفاجأ بالفعل أن المحل بيبيع أخلاق أخلاق زي المرؤة والصدق والأمانة والإخلاص والشجاعة في البداية استغرب ومفهمش يعني إيه ده بالزبط ولكن في الآخر هو حاب يجرب يجرب واختار مسحوق والمسحوق ده كان مسحوق الشجاعة ولما جه يحاسب صاحب المحل فالمحل صاحب المحل رفض أنه ياخد منه فلوس وقال له الحساب يوم الحساب وأول مرة جرب فيها الأخلاق دي كان مسحوق الشجاعة فلما جربوا فجأة كده بدأ يدافع عن نفسه من إساءات حماته ولما راح الشغل راح متأخر قصر كل الروتين اللي هو كان بيعمله في حياته اليومية من غير خوف ومن غير تردد بدأ أول ما يشوف أي حاجة ممكن تواجهه في يومه ما بيسكتش عن أي حاجة غلط ممكن يشوفها ده مسحوق الشجاعة اللي هو أخده وبعد كده أخد مسحوق المروقة ولكن كان في كل مرة بياخد فيها مسحوق كان بيواجه مشاكل وكان بيواجه سلبيات كتير وكان بيواجه لدرجة أنه تم اتهمه بالجنون وبالشعوزة يعني هو كان في كل مرة بياخد مسحوق من الأخلاق دي أو بيتعامل معاه في المجتمع كان بيتواجه بأشياء كتير مسيئة أو في كل مرة أنا لاحظت أنه في كل مرة كان بياخد فيها المسحوق زي الشجاع والمرؤة أنه ما كانش بيعمل توازن ما بين الخصال الجميلة دي والخصال الرائعة دي ما كانش بيعمل ما بينها توازن يعني مثلا على سبيل المثال لو شخص طيب أو شخص حساس دي صفات جميلة جدا وصفات المفروض أن نشكر أي شخص طيب نشكر أي شخص حساس أن دول شخصياتهم جميلة وخصال جميلة جدا لكن المشكلة أن للأسف دايما أي خصال مش بيحصل فيها توازن دايما بيحصل إفراط يأما حد طيب قوي يأما حد ممكن يصل لدرجة استزاجة وده غلط المفروض حد عنده خصلة جميلة جميلة ورائعة المفروض أنه يوازن ما بينها وما بين أنه يفرض فيها لدرجة أن الخصلة الجميلة دي تكون سبب في أزيته أو سبب في مشاكل كتير لكل المحيطين لي حاجة تانية أن في الآخر صاحب اللي هو بطل الرواية بعد كل المشاكل اللي اتعرض لها في خلال أنه كل الأخلاق اللي اكتسبها اكتشف أن هي مش متنسبة مع المجتمع اللي هو عايش فيه لكنه في يوم الأيام راح يشكو لصاحب المحل وصاحب المحل كان عارف وكان متوقع كل اللي هيحصل ده فصاحب الرواية أنا أسفأ بطل الرواية بطل الرواية قرر أنه ياخد شوال فيه تركيز لمصحوق الأخلاق يعني خلاصة مركزة لمصحوق الأخلاق وقرر أنه يرميها في الماية يلقيها في الماية علشان كل الناس يبقوا أصحاب أخلاق وأنه هو وأي شخص عنده أخلاق لا يعاني في المجتمع ولكن للأسف صاحب المحل حاول يمنعه لأن الموضوع كان ليه مساوقه وكان ليه سلبياته وبالفعل المصحوق سقط في الماء وكل الناس شربت من المصحوق ولكنهم اعتبروا أن المصحوق ده كفيروس أو كعدوى أن فجأة ممكن شخص يكون بينافق شخص بيممكن يكون بيجذب بيسرق بيعمل أشياء كتيرة سيئة فجأة كده بيصحب أخلاق فالموضوع كان ليه سلبياته وأنه حصل فجأة وكان فيه مشاكل ولكن في الآخر طبقا للرواية أن الموضوع بدأ يصبح جيد وأن الناس بدأت تتأقلم على الأخلاق وبدأت الناس تتهافت على المحل بتاع الأخلاق عشان يشتروا منه لغاية ما البضاعة كلها خلصت وكانت آخر نصيحة نصحها صاحب المحل لكل الناس اللي بتدور على الأخلاق النصيحة فيما معناها أن كل شخص يعامل التاني على حسب ما حابب هو يتعامل يعني كل شخص يعامل التاني كويس عشان هو حابب يتعامل كويس يعني اللي حابب أن هو الناس تعاملوا بطيبة فالمفروض هو يعملهم بطيبة اللي حابب الناس تكون صادقة معاه هو لازم يكون صادق معاهم وبصراحة الجملة دي كانت جميلة جدا وكانت رائعة جدا والرواية كانت جميلة ويوسف السباعي الله يرحمه أبدع في الرواية دي وكانت فكرة جميلة جدا لأنها تقريبا كانت معمولة سنة 1900 تلاتة وخمسين على ما أتذكر ففكرة جميلة جدا وتحولت تقريبا لفيلم والمسلسل ومن ناحية اللغة فالرواية كانت اللغة بتاعتها والمفردات والكلمات كانت لغة عربية فصحة ولغة عربية سليمة ولغة عربية قوية فبالتالي لو كنت أول مرة تقرأ والرواية دي أكيد هتصادف فيها كلمات كتير ممكن ما تفهمش معناها فهتحتاج أنك تبحث عنها الرواية جميلة جدا وبسيطة واستمتعت بيها جدا وما كنتش أتمنى أنها تخلص ومن الروايات اللي أنا متأكدة أن أنا هعيد قرأتها مرة أخرى وفي نهاية الأمر أتمنى لكم قراءة جيدة تسري وجدانكم وتضيف إلى عقولكم المزيد من المعرفة سلام